بحضراتكم بعد الفاصل البسيط اللي انتم شفتين احنا قدمنا حاجة بسيطة كده الدكتور عبدالله المعمارة للانجازات الكبيرة اللي كانت في عهده هنبدأ نتكلم زي ما بقولوكم في بداية الامر وانا بتكلم مع الدكتور عنده حاجات ارشيف عارف يعني ارشيف ارشيف في كل ما يخطر على بالك من افراح ل يعني شوية احزان حاجات بسيطة عندما الافراح فيه كتير قوي دكتور احنا انا سعيد بوجودك معايا انا اسعد انت احنا والله العظيم تلاتها بكتور تزاملنا فترة طويلة طلعت روحي فيها لان كل ما يكلم مصطفى عبدالله ما تقربلوش يا جماعة انا حبيبي يعني لانا سيدة لكتور مصطفى الله احنا عالين في المكتب عند حضرتك وانت تعالى انت اهلاوي ولا اسماعلاوي انت احكي بقى انت اقوله دكتور مصطفى انت اهلاوي ولا اسماعلاوي قال يعني وزيره بتاعك قال لي من غير ما يفكر قال انا من بره اسماعلاوي بس من جوه ما عليش بقى ما تزعلش يعني قلتولو ما انعارف يا اخوي اهلاوي دكتور انت اتفرجت على الامم الافريقية نعم راضي عن المستوى والمنتخب والاختيارات والمدرب والكلام ده كله لا يعني لو انت عايز تقييمي لمصر في كرة قدم يعني بص يا دكتور مصطفى انا كتبت حاجات كتيرة انا كتبت مقالة في المصر ما انا هقولها في المصر اليوم كتبت انت كذا مقالة وقلت فيها ان المسألة مفيش حاجة ما تتحلش يا دكتور مصطفى نعم ايه مش حاجة تتحلش في حياتك حتى لو هي مش هتتحل هي تحل نفسها نعم انت انت ايه اللي انت عملته من سنة 48 مفيش هصير حلقة مفرغة هي هي يعني انا مثلا حليت اتحاد الكرة ده مرتين بس مش انا اللي حليته مرة رئيس الجمهورية قال لي حلوه ومرة رئيس الجمهور قال لي حلوه ايه المشكلة بقى لما حلقتهم قال الاتحادي الدولي توقف زي ما بيتقال لا انا مش عايز الكلام انا كنت قوي جدا انا عارف انا قوي جدا وانت حضرت معا اه طبعا وكان علاقتي كمان بيه ساحاته زي ما انت فاكر كويسة جدا طبعا ما قال لها فيه بقى مش عارف ايه ولا لجنة مؤقتة ولا كلام ولا الاتحادي الدولي ولا اللجنة الولمبية ولا الكلام اللي بنسمعه الواقس وطبعا لها وقاعة لذيذة بس مش يعني انت كنت رئيس المكتب التنفيذي كمان لقارة افريقيا بالنسبة الشباب والرياضة انا كنت رئيس المجلس الاعلى للرياضة في افريقيا وامين المكتب التنفيذي للوزراء العرب يعني كنت رئيس الوزراء العرب ووزراء فارق يعني بسم الله مشاء الله تقييم يعني لكن حل حل مجلس امير زي ده قصة ضريفة جدا بس مش معدها دلوقتي طيب انت شايف دلوقتي بعد الاخفاقات اللي حصلت من منظر روحش لا تشكيل ولا اداء ولا فن ولا تدريب ولا اي حاجة خالص ان الشارع المصري بيغليه كنانا نتبه في التقديم الشارع المصري بيغليه لازم ترضي الشعب المصري مش على حساب حد لا على حساب ان فيها اخطاء حصلت فطلع سيادة الوزير كتب اولا انتحده كنت طلع بيان خايف قوي وقال لك ان احنا لسه هنقعد يوم الحد وهنعرف وهنعرف هنتعرف ايه كل مرة بتقال كده فسادة الوزير كتب تويتا كده قالك ان انا مقدرش اشير اتحاد الكوره المصري الا بعد دورة اللعب اللعبية طب انت حلتوها قبل كده مش حلوها قبل كده لا هي ممكن الدكتور مصطفى انا انا دايما ايه بعض الناس لما تعترض على الدكتور اشرف تعرف علاقتي دي كويسة لا انا مش بداعب مش بيعتبرد لا بقولش عليك لا بقولش عليك وهو يعني الراجل ديم قامي طبعا واستاذي والكلام ده كله بتاعه هو هو ليس لديه صلاحاتها دكتور مصطفى انا ايامية كنت بعمل ايه حاجة مش عاوز الكلام لاني كان عندي قانون بيساعدني وعلاقتي بكاتريسة الامورية برئاس مباركة قوية جدا ورئيس الوزراء جمده جدا فهو مقدرش يدخل في حاجة في الكورة انا كنت بجيب كرول واجيب المضربين دي كلها حاصة فهي الفكرة انه انا معنى بقولك ان انت سهل جدا تحل وانا كتبت تلاتين مقالة يا جماعة شوفوا تجريبة بلجيكا كانت نمرة كان في الكورة وبقت كام شوفوا في ألمانيا بقت كام شوفوا انجلترا لما تطورت بقت كام تجربة موجودة يا دكتور مصطفى وكتبتها لخصتها وكتبتها وقلت يا جماعة اروها طب درسوها يعني حتى انا قلت الاي ما نيوس كان بيكلمني في برنامجه من يومين ثلاثة كده فقلت لها يا مصطفى ليس بالضرورة ان الحكومة هي اللي تحل المشاكل لكن احنا بنحل انت فيها دكتور مصطفى امريكا انت عارف طبعا قادرة ان الحضارات في العالم كلها نهارت حضارة المصرية والرومانية واليونانية كل ده نهارت فالدور على مين؟ على امريكا اذا كان لها حضارة يعني ما عنداش حضارة طبعا فهم هم تخوفين من القرن اللي جاي 22 فمين اللي عمل بقى دراسات مجموعة انا وانت ومجموعة كده وسموها يعني القرن الامريكي الجديد ونقاط الضعف كزا فنعمل لها كزا ونقاط الضعف كزا نعمل لها كزا فالدور الصغرات يعني اه طب ما احنا نقعد انا وانت ويايمن والناس دي كلها وحسن حمدي والخطيب والمجموعة كلها يعني وزا مالك تشوف مين حسن شحاتة وفيفا وحسن شحاتة وفيفا ونقعد ندرس ندرس نعمل ايه وسهلة الرشدة سهلة ناخد حتى بتاع بلجيك نعملها عميشة كده الراجل عمل شغل اللي بديع جدا لما بقت دولة لها طعمة في الكرة اكيد انت كتبت في مقالك الاخير في مصر اليوم وقلت فيه ان خروج مصر وتونس والمغرب والجزائر وميروتانيا عشان كدولة عربية يعني غيرت من تاريخ الكرة الافريقية ايه انت شفته في البطولة دي مش بتوقعه ما دكتور مصافة هي نقطة التحول مم يعني تيرنج بوينت بالسباب الانجليزي يعني نقطة التحول هل انت انت نجم كرة كبير او دولي وكبير او هل انت تمتوقع اللي يحصل ده كله مش ممكن يعني انت اصلا انت نجيلة كل ملاعب افريقيا انت لقبت فيها نعم فانت عارف ان النهاردة اللي بقى فوق كبير بتاع مش ممكن انا مصار الفاينال يبقى مين انجولا او مالي والحاجات دي ممكن يبقى يكون دفوار والرأس الاخدر طيب افضل او مالي او مالي اه مالي او مالي لا ما يكون دفوار افضلها تعبانة يعني عدة اوانتة بس الدفوار اللي حصل في الفترة الاخيرة دي ان لما ماشي المدير الفني جابه المساعد قال له امسك بقى خلاص احنا طلعنا طلعنا اه فيلعب قدام السنغال بطلع السنغال اللي حامل يطلقوا بالسنغال فرقة تقيلة قوي وكله كان مرشح يا السنغال يا الجزائر يا المغرب طلعتنا من كاس العالم ام افريقية خلت ام افريقية وكاس العالم طيب انت شايف انا بتكلم بقى انت كنت حتى بتجيب المدربين كلهم بتوع مصر وكنت بتطلحهم دراسات بره وبتجيب المدربين الاجانب وكلام ده انت شايفوا ان الفيتوريا المدربة